السلام عليكم ورحمة الله تعالى كيف حالكم يا أحبتي؟ اليوم يا ثالث سوف نأخذ درس جديد في مادة التربية الإسلامية ودرسنا لهذا اليوم الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه بلال بن رباح رضي الله عنه صحابي جليل من السابقين إلى الإسلام وكان عبدا لأمية بن خلف ولما علم أمية بن خلف بإسلامه عذبه عذابا شديدا إذن يا ثالث بلال بن رباح صحابي جليل من السابقين إلى الإسلام وكان عبدا لأمية بن خلف وعندما أسلم بلال بن رباح وعلم أمية بن خلف أن بلال بن رباح قد أسلم وكان عذبه عذابا شديدا حيث كان يخرج به إلى الصحراء في الحر الشديد فيضعه على رمالها ثم يضع صخرة على صدره ويضربه ضربا شديدا إذن كان يضع صخرة على صدره ويضربه ضربا شديدا رغم هذا العذاب كله إلا أن بلال بن رباح لم يستسلم أبدا لأمية بن خلف بل صبر وثبت على هذا العذاب لأنه مؤمن يؤمن بالله عز وجل فبقي صابرا وثابتا ويتحمل جميع الأذى وبقي يردد بكل صبر وثبات أحد 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 أي أن لا إله في هذا الكون سوى الله عز وجل فهو القادر على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبقي بلال بن رباح يعذب هكذا إلى أن جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقام بدفع مبلغ إلى سيده أمية بن خلف ليطلق صراحه إذن بلال بن رباح بقي يتحمل الأذى والعذاب ويصبر ويثبت حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأطلق صراحه من خلال دفع المال لسيده أمية بن خلف وعرف بلال بن رباح بجمال صوته فاختاره الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤذن للصلاة فكان أول مؤذن في الإسلام هو بلال بن رباح إذن يا ثالث من هو أول مؤذن في الإسلام؟ بلال بن رباح رضي الله عنه وشارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته ووصفه الرسول بأنه رجل من أهل الجنة وتوفي سنة عشرين للهجرة إذن يا ثالث عندما صبر بلال بن رباح على هذا الأذى والعذاب في النهاية فاز بالجنة فوصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رجلا من أهل الجنة وتوفي سنة عشرين للهجرة إذن بلال بن رباح كان عبدا لأميا بن خلف وأميا بن خلف كان يعذبه عذابا شديدا وجاء أبو بكر الصديق وقام بدفع مبلغ من المال لسيده أميا بن خلف وقام بإطلاق سراحه وعرف بلال بن رباح بأنه أول مؤذن في الإسلام لجمال صوته ووصفه الرسول بأنه رجل من أهل الجنة وتوفي سنة عشرين للهجرة شكرا لحسن استماعكم يا ثالث دمتم بخير وإلى اللقاء